صلاح وأقوله كل سنة وهو طيب عشان أنا قلت كلمة برح يمكن كتير من الناس ما فهمهاش لما قلت إنه إزاي صلاح وصل للهو فيه وصل بالتأكيد بشكل عشوائي العشوائية هنا مش مرتبطة بمشوار صلاح مشوار صلاح يحترم جدا ويدرس جدا 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 وحد شقدر ينكر ده والولد كافح وكان عنده إصرار وكان عنده عقليا ويتأقلم ويتجاوز محطات صعبة كتير جدا ويوصل نجاح غير مسبوك لكن أنا اللي بتكلم عليه إنه ما حصل النجاح اللي وصله صلاح ده ما حصلش بالتخطيط من القائمين على إدارة الكرة في مصر حصل بشكل عشوائي لإنه ما كانش مخطط ما كانش ممنهج وإلا كنا شفنا جيل كامل مش بس محمد صلاح منتشر في أوروبا ناجح في أوروبا بيلعب في أهم وأكبر لأن ده في أوروبا لكن ده ما حصلش العشوائي هنا مش رجع على مشوار صلاح أو على محمد صلاح نفسه لكنها رجع على الطريقة اللي بتدار بيها كرة في مصر وفكرة تصدير اللاعبين وتصدير المهارات للدول الأوروبية عشان يكون لها نفع ويكون لها إفادة لمنتخبات الوطنية فصل